قال لي المملكة العربية السعودية ثرية بالموارد الطبيعية وبالتاريخ والثقافة والفن ومجتمع رائع ليه ما عندنا سياحة فأنا أبغى أكلفك في هذا الملف وأبغاك ترجع لي بخطة خلال ثلاثة شهور Now I'm not going to act as a consultant and give you a big report but as someone who spent my entire life coming to the kingdom and in tourism there's two things that have to be corrected because not only are they wrong, they're boring and that's the old stereotype that the kingdom of Saudi Arabia is only deserts and camels You can't let journalists who have never been to the kingdom perpetuate those stereotypes I know how beautiful this kingdom is I know how beautiful the Red Sea is and the five UNESCO sites and the roses of Taif and to Snow and Tabuk I know you have to let people in The other thing, Your All-Heinness My great friends have been Saudis generous, warm-hearted, loving people ما كنت أعرف الكثير يعني أنا تذوق السياحة كسائح فمسكت الملف ودرسنا السياحة كصناعة والإمكانات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية فانبهرت أنا من الإمكانات اللي موجودة اليوم الرياض درجة الحرارة فيها مثلاً 45 تلاقي السودة درجة الحرارة فيها 17 فعندك جبال وأجواء صيفية في المصايف ما تتوفر عند دول كثيرة في المنطقة البحر الأحمر والخليج العربي من أجمل الشواطئ اللي موجودة في العالم الثقافة والتاريخ فيوم تعمقت في الملف ودرسته شفت رؤية السمو والله يحفظه أنه هذا الملف من أهم الملفات اللي موجودة في العالم لتنويع الاقتصاد والخلق الوظائف كان دائماً يقول ها أغلب الناس تشتغل في السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر اللي يشتغل بالنقل السياحة اللي يشتغل بالمقهى يخدم الساحة يخدم المواطن اللي يشتغل بالفندق هذا مباشر يخدم الساحة أو بالشقق المفروشة أو بالمطاعم إلى آخرة أو بالأسواق التجارية وبناء عليه الملف هذا مهم جداً من أهم الملفات اللي تخلق وظائف في العالم لو ختم منظومة السياحة في العالم في الاقتصادات اللي فيها السياحة 10% من الوظائف له علاقة بالسياحة إذا حكينا عن موضوع التنوع الاقتصادي فهذه ثغرة واضحة جداً في الاقتصاد السعودي فيه بتنشى العالي ما في شيء مقابله وإذا تكلمت على ما يتبع منظومة السياحة من قطاع النقل من قطاع الخدمات من قطاع الأكل والفود والبيفريج وغيره فهي منظومة شعبة مباشرة وغير مباشرة في التنوع الاقتصادي فهو طويل عمر دائماً يقول عندنا في مملكة تنوع جغرافي تنوع ثقافي عندنا شعب يعني عنده رغبة كبيرة جداً في هذا المجال والعالم يحتاج إلى شيء جديد شيء جديد يعني ما قد فكر فيه أو شافه قبل كذا فالدفع الرئيسي هو للتنوع الاقتصادي والحقيقة للوظائف لأنه فعلاً موظف قوي جداً في دول العالم 10% من الوظائف لها علاقة بالسياحة وقتها أنا كنت بادي أشتغل على استراتيجية السياحة فكنا لسه في البدايات وفي البدايات احنا عملنا وش الخطة لعمل استراتيجية السياحة لأن استراتيجية السياحة وطنية وأول مرة يعني يصير فيه سياحة دولية عندنا وخارجية للسعودية فأذكر كانت من الاجتماعات الأولى مع سموه وأذكر يعني عملنا أرقام مبدئية وتكلمنا على مستهدف 75 مليون زيارة في 2030 وإحنا ترك يعني درسداها وعملنا وتحليل وقلنا 75 مليون توصلنا من أفضل من أفضل خمس دول عالمياً في السياحة إذا قدرنا نوصل لهذا المستهدف عملنا شرائح يعني فيها تفاصيل تفاصيل لحظة مداخلة سريعة قبل ما تكمل الأميرة هاي في حكايتها خلوني أوضح لكم الفرق بين عدد الزيارات وعدد السياح لما نقول سائح فأحنا نقصد ديفيد اللي جاء من لندن وزار الرياض والعلى هذا يعتبر سائح واحد ولكن لما نقول زيارة فأحنا نقصد كل مدينة نام فيها ديفيد تعتبر زيارة يعني لما زار الرياض ثم العلى هو محسوب زيارتين فهدف 75 مليون هو في عدد الزيارات وليس عدد السياح ويعتبر هدف طموح لأنك تقريباً بتضاعف الرقم الموجود في 2019 واللي يقدر بـ 40 مليون زيارة في السعودية من الداخل والخارج نرجع نكمل مع الأمير رهيفة قصتها لما درسوا هذا المستهدف وقدموه لأمير محمد فتونا بسم الله بنبدأ وأقول لسموه أن الهدف اللي احنا مستهدفين العشرين ثلاثين على عدد الزيارات 75 مليون وتولي بشرح ليش وكيف جبنا هذا الرقم ومن وين لف قال ميت مليون قلت لا طاعم رك 75 مليون وأشر على الشاشة أبغاء أكد 75 مليون لأن 75 مليون مرة كانت مدروسة يعني أنا قاعد أفكر بس بكيف إحنا حللنا هذا الرقم والتفاصيل والتفاصيل والدراسات اللي دخلت وأنه بدين نكلم منظمة السياحة العالمية وحتى نحسب أرقام السياحة الزيارات اللي غرض الحج والعمرة وكلها داخلة فيها المهم وضحك سموه وطلع من الاجتماع خاص بتها الموضوع عطانا الهدف اللي هو يطمح له وطلع نحن تفاجأت ومن خلال الزمن أعرفت شيء واحد إن سمو سيدي يعرف أكثر مننا يعرف طاقات كل واحد فإحنا دائما نعطي الأرقام اللي نتخيل أو نتوقع إنه هذه الماكسيمام والطاقة اللي نسويها هو يعرف أننا نقدر نسوي أكثر بكثير وأنه عندنا طاقات كبيرة وأنه بمكننا بشياء كثيرة ولذلك يرفع السقف ودائما دائما الحمد لله نحقق الطموحات ترجمة نانسي قنقر